مرحبا بكم يا أصدقائي أنا هدير أبلغ من العمر 17 عاما ليس لدي إخوة والدتي متوفاة وأعيش مع أبي وزوجته وابنتها التي هي بنفس عمري تقريبا اليوم سأروي لكم قصتي التي عانيت الظلم فيها في البداية وفي أحد الأيام عدت من الخارج بعد أن انتهى الدرس الخصوصي الذي أخذه واتجهت نحو غرفتي لأستريح فتفاجأت برانيا ابنة زوجتي أبي وهي جالسة في غرفتي وترتدي أحد ملابسي وتستخدم بعض أدوات الزينة الخاصة بي ماذا تفعلين هنا؟ كما ترين أجرب بعض الأشياء نعم أرى ذلك ولكن من أعطاك الحق في ذلك؟ أنا أعطيت نفسي ما المانع أن أستخدم أشياء تعجبني؟ هل مانع أنها خاصة بي ولا يمكنك ارتدائها دون أن تأخذي الإذن مني؟ وماذا أيضا؟ ربما تريدين أن أتوسل قليلا حتى توافقين؟ لن أوافق حتى وإن توسلت أنا لم أسألك إن كنت توافقين أم لا؟ بما أنك لم تشتريهم بمالك الخاص؟ إذن يمكن استعارتهم ثم نهضت لتغادر الغرفة ببرود دون أن تعطني حق الرد شعرت بغضب شديد فهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بإثارة غضبي بها عمدا اتجهت نحو أبي على الفور لعله يضع حدا لما تفعله تلك الحمقاء أبي وريد أن أحدثك بشيء هام تفضلي يا هدير تحدثي هل حدث شيء؟ نعم حدث شيء ولا أستطيع تقبله اهدئي أولا وأخبريني ما حدث بهدوء هات من الدرس ووجدت راني ترتدي ملابسي وتستخدم أشياء خاصة بي دون أن أعلم هل هذا ما يجعلك غاضبة لهذا الحد؟ نعم إنها ليست المرة الأولى التي تعبث بها بأشياء أو تقوم بكسر شيء في غرفتي ولم أعطيق تصرفاتها اهدئي يا عزيزتي إنها أختك يمكنكم أن تستعيروا كل شيء من بعضكم لكنني لا أريد ذلك هدير أنت لست صغيرة ورانيا ليست غريبة حتى تعاملها بهذه الطريقة يجب أن تنضجي صمت بحزن ولم أتفاجأ برد فعله المعتاد الذي يجعلني أنا المخطئة دائما حتى صرت أشعر أنها يحبها أكثر مني فهو يدللها ويشتري لها كل ما تحب ويعاملها كالأميرات مرت بضعة أيام وبيوم كنت أجلس في غرفتي أمسك بهاتفي وأنا أتصفح مواقع التواصل الإجتماعي رأيت قناة على اليوتيوب تملكها رانيا ابنة زوجة أبي وبها أربع مقاطع فتحت آخر مقطع نشرته لأجدها تروي للمتابعين قصة من وحي خيالها عن قطتها التي ماتت وأنها متأثرة بموتها شعرت بالدهشة والإشمئزاز من هذا الكذب الغير مبرر فأغلقت المقطع ولم أكمله وبعد مروري يومين كنت أجلس أمام التلفاز مساء بعد عودتي من المدرسة وجدت أبي وزوجته وابنتها يرتدون ملابسهم وهم على وشك الخروج هل أنتم ذاهبون لمكان ما يا أبي؟ هيبدو ذلك تجاهلتها وسألت أبي مجددا إلى أين أنتم ذاهبون؟ لقد أكملت رانيا عشرون ألف متابع على اليوتيوب لذلك قررنا أن نخرج في نزهل الاحتفال بها حسنا شعرت بحزن شديد لأنهم لم يفكروا حتى في دعوتي للذهاب معهم ولكن لم أقل شيئا لأنني لست متحمسة للاحتفال بتلك الكاذبة الحمقاء وبالفعل غادروا للاحتفال وواصلت أنا جلستي في المنزل أمام التلفاز وبعد عدة أيام أخرى استيقظت صباحا وحين خرجت من غرفتي وجدت زوجة أبي تجلس جوار ابنتها رانيا التي كانت تبكي ماذا حدث؟ لما تبكين؟ أنت السبب؟ أنت لا تتوقف عن التركيز في حياتي والحقد علي لا لم أفعل ذلك ولست مهتمة بما يحدث في حياتك العظيمة توقفي يا رانيا هي لم تفعل شيئا هل يمكنني أن أعرف ما الذي حدث حتى يتم اتهامي؟ لقد أغلقت القناة الخاصة بها على اليوتيوب وما شأني بهذا الأمر؟ لقد استيقظت للتو ألا تجد شخصا تتهمه بهذا فتقوم باتهامي أنا؟ لا تتهمك بشيء يا هدير هذا بسبب غضبها يمكنك العودة لغرفتي عدت لغرفتي بالفعل وأنا أشعر بالغضب ولكن كالعادة لم أتحدث بشيء بعد مروض بعض الوقت عاد أبي من عمله كنت في غرفتي حين سمعتهم بالخارج وهم يخبرونه بما حدث ثم انتبهت أكثر واقتربت من الباب لأنصت بتركيز بالتأكيد هناك سبب لتغلق القناة أنا قد خمنت أنها أغلقت بسبب عدد المتابعين الوهمي الذي اشتريته بالمال حقا لا بأس يا حبيبتي لا تحزني يمكنك إنشاء قناة أخرى والنجاح من جديد نعم لن أي أس وسأنشئ قناة مجددا هذه هي ابنة القوية التي أعرفها وبالفعل أنشأت رانيا قناة أخرى ولكن على التك توك هذه المرة وصارت تقوم بتصوير المقاطع لتنشرها عليه ولكن لم يكن لديها متابعي لذا كان والدي يساعدها فكان يأخذها هي ووالدتها بشكل متكرر لزيارة أماكن مختلفة حتى تقوم بتصوير المقاطع بها وفي أحد الأيام حينما كنا نتناول جميعنا الغداء لما لا تدعمين أختك رانيا يا هدير فيما أدعمها؟ في القناة الخاصة بها على التك توك هي لا تحتاجني كما أنها لا تحب أن أركز فيما يحدث في حياتها لا توجد أخت لا تحتاج لدعم أختها يجب أن تشتركي في القناة وتتابعيها وتجعل أصدقائك أيضا يشتركون إن لم تدعمها أنت فكيف سيدعمها الغرباء؟ لا أريد أن أتابعها يا أبي وأعتقد أن هذه حرية شخصية وليست جريمة لا هذه ليست حرية شخصية هذا غباء وحقد أصبحت أشعر أنك بالفعل تحقدين على نجاحها لأنك مجرد فاشلة ولا تستطيعين النجاح في أي شيء مثلها ثم نهض مغادرا للمكان بغضب شعرت بالإحراج وبالحزن الشديد فتركت طاولة الطعام أنا الأخرى وذهبت لغرفتي أمسكت هاتفي واتصلت بصديقة المقربة ندا فأجابتني قائلة مرحبا يا هادير كيف حالك؟ لست بخير على الإطلاق ما بك هل حدث شيء سيء؟ هل أنا فاشلة يا ندا ولا أستطيع النجاح في شيء؟ بالطبع لا على العكس تماما أنت شخصية قوية ولديك إرادة تستطيعين النجاح في أي شيء تريدينه هل تظن ذلك أم أنك تدعمينني فقط؟ لا إنها الحقيقة التي أنا متأكدة منها ولكن ما الذي جعلك تقولين هذا ماذا حدث؟ قال لي أبي أنني فاشلة وأحقد على رانيا لأنها نجحة وأني لا أستطيع النجاح مثلها بالطبع لا هي الفاشلة وليس أنت أنا متأكدة أنك إن أنشأت قناة على تيك توك ستحققين نجاحا باهرا وأعلى المشاهدات والمتابعين حقا هل أستطيع النجاح في ذلك؟ بالطبع أنت شخصية مريحة وجذابة وحديثها ممتع وسيرى الجميع ذلك إن قمت بإنشاء قناة صمت وأنا أفكر فقالت خوضي هذه التجربة ولن تندمي أقسم لك حسنا سأخذ التجربة وأنشئ قناة على التيك توك وبالفعل بعد فترة أنشأت قناة على التيك توك وكنت في غرفتي أتحدث في الهاتف مع صديقتي ندا التي قالت لي هل فكرت في محتوى القناة؟ نعم فكرت وقررت أن لا تكون قناة تقليدية مثل البقية ماذا قررت؟ أخبريني سأقوم بنشر مقاطع عبارة عن كلمة يوميا بعشر لغات مختلفة هذه الفكرة رائعة جدا هل تعتقد أنها ستنجح؟ بالطبع متأكدة أنها ستنال إعجاب الجميع كما أنها فكرة مبتكرة وليست رائجة وبالفعل في اليوم التالي بدأت في تنفيذ فكرة ونشرت مقطعا بهذه الطريقة نال المقطع إعجاب المتابعين الذين رأوه بعد نزوله بفترة قصيرة وبعد فترة كنت قد انتهيت من تجهيز عدة مقاطع أخرى استعدادا لنشرهم وخذت بعدها للنوم وفي الصباح استيقظت على صوت زوجتي أبي وهي توقذني قائلة هدير انهضي على الفور نهضت وأنا أقول بتعجب ماذا حدث؟ المقطع الذي نشرته بالأمس انتشر بشدة وتخطى حاجز المليون مشاهدة ماذا؟ هل أنت متأكدة من ذلك؟ نعم بالطبع لقد رأيت بنفسي شعرت بصدمة من كيفية تخطي حاجز المليون كانت رانيا ابنة زوجتي أبي تنظر لي بحقد وهي تقول كيف ذلك؟ ما الذي فعلته لتحصلي على كل هذه المشاهدات؟ لم أفعل شيئا كما ترين لقد استيقظت لتوي بالتأكيد كل هذه المشاهدات ليست حقيقية بل وهمية لا بالطبع لم أفعل ذلك أنا لست مثلك سنرى ذلك وسينكشف إن كنت فعلت ذلك أم لا نعم بالطبع غادرت بعدها هي ووالدتها الغرفة بينما أنا أشعر بمزيج من الفرحة والصدمة بعد فترة عاد أبي من العمل وأخبرته زوجة أبي بما حدث حقا هذا رائع مبارك يا هدير شكرا لك يا أبي ألن تقومي بتصوير مقطع مع أختك رانيا وتنشرينه لديك لتدعميها ويقوم متابعيك بمتابعتها؟ لا لن أفعل ذلك يا أبي نظرت لي رانيا بغضب شديد ثم قال أبي بغضب لا أفهم لما لا تريدين مساعدة أختك هذه أختك وليست شخصا غريبا هذا قراري الشخصي يا أبي وأعتقد أنك لن ترغمني على شيء لا أريده لم أتوقع هذا منك يا هدير حسنا غادرت غرفة الجلوس متجهة لغرفتي دون قول المزيد مرت عدة أيام واستمريت بنشر تلك المقاطع بنفس الطريقة وازداد المتابعين كثيرا حتى تخطيت الخمسين ألف متابع وحين كنا نجلس جميعنا أمام التلفاز مساء أخبرت أبي بحماس لقد تخطيت الخمسون ألف متابع يا أبي ما هذا الخبر رائع مبارك يا عزيزتي شكرا لك يجب أن نخرج في نزهة للاحتفال بهذه المناسبة الرائعة هيا مدلوا ملابسكم واستعدوا على الفور ردت زوجة أبي بفتور حسنا وبالفعل خرجنا جميعنا في نزهة وحين كنت جالسة بجوار أبي بينما زوجة أبي وابنتها رانيا يشترون شيئا لنتناوله أريد أن أحدثك في شيء هام يا هادير أعلم يا أبي أنك أتيت بي في هذه النزهة ليسا للاحتفال به وإنما لتقنعني بمساعدتي رانيا ونشر مقطع لها على القناة الخاصة به فأنت لم تهتم بي ولم تشعر يوما بالسعادة من أجلي وما المشكلة في ذلك؟ هذا لن يضرك في شيء لن يضرني ولن يفيدني أيضا يا أبي وأنا لا أريد أن أقوم بذلك هذه أنا نية لا أجد لها مبرران ولكني أجد لها مبرر رانيا تكرهني يا أبي ولا تفعل شيء في هذه الحياة سوى محاولة إثارة غضبي ولماذا لا أرى أنا ذلك؟ إنها فقط مشاكسات بين أي أختي أنت من لا تمنحي علاقتكما كأختين فرصة لتتقرب من بعضكما حاولت سابقا ولكن هي ليست كذلك إنها تتصرف بلطف أمامك فقط يكفي يا هادير لا أريد الدعاءات فارغة لا تساعدها ولكن ستندمين على ذلك مرة عدة أيام لاحظت بضع مرات أن رانيا تحاول أن تمسك هاتفي حين أكون بعيدة عنه وشعرت أنها تخطط لشيء يخص القناة الخاصة بي التي كانت تزداد متابعين ومشاهدات كل يوم أكثر من سابقه لذا قمت بتشفير هاتفي بعدتي رموز سرية خشية أن تستطيع فعل أي شيء يضروني في أحد الأيام حين كنت في طريقي للعودة للمنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي في المدرسة وبينما أسير وفي يد الهاتف سجأ حاول شخص ملثم الوجه أن يأخذه من يدي ولكن في اللحظة الأخيرة أمسكت بالهاتفي جيدا وصرخت بفزع أتركح ابتعد عني فدفعني للخلف بعنف واصطدمت بعامود الإنارة خلفي وسقطت أرضا فاقدة للوعي بعد فترة حين استعدت وعي وجدت نفسي في المستشفى وأبي وزوجته جواري هل أنت بخير يا عزيزتي هل تشعرين بألام؟ قليلا فقط حمد لله على سلامتك يا هادير ربما ستشعرين بقليل من الألم بسبب الخياطة في رأسك هل أنادي لك الطبيب؟ لا أنا بخير حمد لله أنك بخير قد أخفتنا عليك كثيرا حمد لله ولكن ما الذي حدث؟ لحسن الحظ كان هناك ضابط بالقرب منك حين حدثت تلك الحادثة جاء مسرعا حين سمع صراخك وتم إلقاء القبض على ذلك الشاب الذي فعل بك هذا وهم يحققون معه الآن ولكن ما الذي حدث بالضبط؟ لقد حاول سرقة هاتفي لكنني تشبست به وصرخت فدفعني بعنف واستضمت بالعامود خلفي لا أدري لما لم تتركه له هل كنت سأسعد ببقاء الهاتف حين يحدث لك مكروه؟ بالطبع لا ولكنه رد فعلا تلقائي يا أبي حسنا ولكن انتبهي في المرة القادمة لا تقلاق بعد فترة جاء الضابط الذي تولى التحقيق للمستشفى وقال لنا مرحبا أنا الضابط محسن الذي توليت القضية مرحبا أيها الضابط أولا حمد لله على سلامتك شكرا لك هل يمكنك إخباري بما حدث بالتفصيل؟ أخبرته بما حدث فقال وهذا ما قاله ذلك الشاب قال أنه لم يكن يتعمد إذائك وإنما دفعك فقط ليستطيع ركت ما الذي كان يريده؟ هل هو مجرد لص؟ لا الغريب أنه ليس مجرد لص بل إنه زميل لابنتك في المدرسة ماذا؟ والأكثر غرابة أنه يقول أن هناك فتاة طلبت منه أن يأخذ الهاتف من الأنسة هدير مقابل المال ثم ستعيد الهاتف لها بطريقتها وهكذا لن يتورط في أي قضية سرقة من هي التي طلبت منه؟ يقول اسمها رانيا وهي معكم في المدرسة أيضا رانيا ابنتي مستحيل هذا ما قاله في نهاية التحقيق وهو يبكي ويرجون أن لا ندمر مستقبله ومن واقع خبرة أؤكد لكم أنه الصادق إنه فقط كان طامعا بالمال صمت أبي قليلا كأنه يفكر ثم قال سنتنزل عن القضية أيها الضابط حسنا كما تريد بالفعل ذهب أبي لمركز الشرطة وتنازل عن القضية ثم أخذنا أنا وزوجة أبي من المستشفى وعدنا للمنزل ما زلت لا أصدق أن رانيا يمكن أن يصل حقدها لهذه الدرجة بعد أن رأت نارانيا قالت لي بشيء من التوتر حمد لله على السلامتك اجلسي يا رانيا وأسمعي ما سأقوله جيدا جلست وهي تسأله بتوتر ما الذي حدث لقد علمنا أنك من جعلت ذلك الصبي يحاول سرقة الهاتف من هدير وكاد يقتلها دون أن يتعمد ذلك لا بالطبع لم أفعل ذلك إنه كاذب لا تكذبي لما سيتهمك أنت تحديدا رغم أنه بإمكانه اتهم أي شخص آخر صمتت بارتباك شديد فأكمل لقد كنت أتهم هدير بالكذب في كل مرة كانت تقول فيها أنك تكرهها ولا تريدين سوى أذيتها كنت أعتقد أنك فتاة طيبة واعتبرتك كابنتي وأكثر حتى شعرت ابنتي نفسها بالغيرة منك وأنني أفضلك عنها لكنك خذلتني ولم تستحقي أي مما فعلته من أجلك أنا لن أعقبك العقاب المناسب لأجل والداتك فقط لكنك لن تخرج من هذا المنزل إلا في وقت المدرسة وسيكون معك سائق مرافق ولن يكون معك هاتف وستحذفين هذه القناة التي أنشأتها هل فهمتي؟ بدأت رانيا تبكي وهي تقول لا أرجوك لا تفعل ذلك لا أستطيع أنا نادمة بشدة هرجوك يقولي شيئا يا أمي لكن والدتها لم تتحدث إطلاقا فشعرت بالانتصار أخيرا عليها وبأنني استرددت حقي أعتذر منك كثيرا يا عزيزتي لقد تحاملت عليك واعتقدت أنني هكذا سأجعلك تعدلين سلوكك الخاطئ ولكن اتضح أنني أنا المخطئ أرجو أن تسامحيني على كل شيء معلمي أنني لا أحب أو أخاف على أحد بقدرك في هذه الحياة أعلم يا أبي وبالتأكيد أسامحك على أي شيء أنت أبي والشخص الوحيد الذي تبقى لي في هذه الدنيا عانقت أبي بسعادة وإلى هنا تنتهي قصتي يا أصدقائي إلى اللقاء في قصة جديدة